اشتركوا في القناة 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 من بعدها اتعرف على فرقة نحاس فيلم بالقاهرة بيسافر معهم على القاهرة بيعمل معهم عائد وكانت بالقاهرة في فرقة اسماعيل يسين اشتغل معهم على المسرح طبعا مغني وتسجل بالكونزرفاتور المصري بالقاهرة ودرس ثلاث سنوات اخذ شهدته من الكونزرفاتور المصري ورجع على بيروت نصري كان يقول بقعداتنا هو انا لو ابيضي مصر عالقليلي عالقليلي كانت بعمل شي قريب من فريد القطرش المهم انه الفرصة لم تتاح وما كان له نصيب كان نصيب ويرجع على لبنان لبنان ما تكون متل لبنان عرش النجوم ما تحفل الوان يا راي يا راي طالع طالع من فوق المقالع واقطعت مشاحر الغيضة خلف التل رايح سنة 1952 مع بداية عاصر ومنصور كانوا هني بإذاعة الشرق الأدنى يلي تحولت بعدين صارت إذاعة بيروت حطوا أعلان مش الأخوان الرحباني حطت الإذاعة أعلان إنه بدنا مواهب وأصوات جديدة للمشاركة إن كان بكورال أو بأعمال موسيقية وهو كان موظف بمصلحة الهاتف تعرف نقري بالجريدة إنه إذاعة الشرق الأدنى باللبنان طالب مغنيين وجه سمعوا صوته كان لجنة لحاكم وقت الأخوان الرحباني عبدالغني شعفين وحليم الرومي أعجبوا كتير بصوته وكانوا على أساس بدوا يضموه للكورال اكتشف الأخوان الرحباني إنه لا صوته مميز وعنده جارس مخيف يعني مغير مغير عن أي صوت كورال عادي فقالوا لك بدنا إياك تشارك معنا وعرف وقته ناصري إنه عم بيشتغل مع شخصين اسمهم الأخوان الرحباني اللي صاروا شخص واحد أخذوا صراعهم ومعوا سكيتشات بإذاعة لبنان يعني طلعت كلها بإذاعة لبنان هذه السكيتشات كانت يعني نصري وفيروز والأخوان الرحباني ومعهم في ليمون وهدي واللي يمكن الناس ما بتعرفو إنه بحلفك يا طير بالفرقة هي أول غنية عملها نصري لم تكن من ألحان الأخوان الرحباني كانت من ألحان في ليمون وهدي اللي حصل إنه الغنية ضربت اللي حصل إنه هالصوت وصل وكان مدام ممتاز حلفك يا طير بالفرقة بالسن دياني بغيمت الزرق حلفك يا طير بالفرقة بالسن دياني بغيمت الزرق حلّا انطرح دايماً سؤال ليش الأخوان الرحباني أخدوا نصر شمس الدين ما أخدوا وديع الصافي وهيدا كلام ضل يتكرر على مدى السنوات وكان حتى ينطرح على الأخوان الرحباني والأخوان الرحباني ما يحبوا يجابوا على هيك أسئلة لأنه فيها كتير زكزكة وإيه العلاقة بأنه يعني ليش فلاني مش فلاني يا شب نصري صالح أنا مبصالح وإنت يا أبو صالح وأنا مبصالح خلصة الأيام وما خلصة العجاوي ربي صيروا عشرين سنين ما دنا نعرف ليش بايي ما كان في صداقة صداقة مرتبطة بشكل دايب مع العم نصري إنما كانوا يشتغلوا كتير سوا كانوا يحترموا بعضهم كانوا يقدروا بعضهم التقدير العظيم أنا باعتبر أنه الرحابني بدهم كان شخص بيقدر يوقف بدور بطولي أمامه فيروز، فيروز العظيمة، الصوت الحضور الجميلة كبيرة ومين غير نصري شمس الدين؟ نصري بهالآمة، بهالصوت الواسع الجبار بإمكانيات الممثل بهذا الحضور ناصل إيدك أحسب أتنكسر هبكبر رأس يلا يا شباب عجلوا لي شوي يلا عجلوا أهلا أبو نجمة أهلا أبو نجمة بكر يا صالح إذ بيجي بركي بدون شاه شفنا يا نعمين أفندي إذا فينا فوت عنده تقدير كبير لفيروز بيعتبر أنه فرصة حياته أن يقف على المسرح مع فيروز وبالمقابل بجلسات خاصة مع السيدي فيروز كان إلا تقدير كبير لنصري وتحس فعلاً مثل ما بعضنا عم قول أنه هو مش جزء منها على المسرح ولكن جزء من العمل فكأنه فيروز عم بتقول أي عمل بيقف بوجي أو قدامي غير نصري يمكن ما يكون بهايك بالنتيجة أو بالوقع أو بالتأثير ذاته أولو شو متغير رفيقك هذا لا يعني أنه نصري ما كان صوت كبير صوت بيقدر يغني جواب الجواب هو كان يغني النطات الأعلى من الجواب وكان عنده معرفة كتير ممتازة بالمقامات الشرقية من هيك لما نغني المقام الشرقي يعني اللي فيه ربع الصوت كان نصري سلطن على المقام وشحه المواسم عبيادنا متل ما يكون يا قلبي يكبرنا موسيقى لما بيقول أوكتاف كامل بصوت نصري أوكتاف مضيف خالي من النشاز لدرجة بيقدر العازف يدوزن قالت الموسيقية على صوت نصري بالموسيقى الشرقية في عنا ربع تون ربع تون لنصري كان مميز فيه كان يقوله صح مية بالمية هيدا مش موجود عند كلمة ريب بهالبراعة بأداء المقامات كان يقدر يفوت نصري زائر مقدس على قلوب المستمعين موسيقى يعني اللي بيتذكر سفر برلك أو حاضرة مع بنت الحارس نصري كان دوره حارس بالسفر برلك كان دوره مختار ولكن ما غنى كانوا يقوله انت هون دورك تمثيلي وقال ايه وما عنده مش لي مش انا بدي اطلب موال اعطوني موال تغنى ما كان كان يعرف يفرق وين المطرم وين المغنى وين دورك انت كممثل وهيدي عظمة نصري كيف بدأ تفوت على البلد؟ راح جرب دبرها وبقى أخبركم وأنا هلأ لازم ارجع ما عاد فيه يغيب كتير الله ما عاد من هيك هالمروحة العريضة بشخصيات اللي لعبها نصري ضل حاله ضل نبرته ذاته ولكن لبس الشخصية اللي عم يلعبها وهذا ما أثبت له الأيام انه كل الأعمال المسرحية اللي عملوها الأخوان الرحباني كان حاضرا فيها السيدة فيروز ونصري يعني كان نصري نصف المسرح الرحباني وهذا حق بينعطى لنصري ونصري نصف المسرح الرحباني عندهم روائع من هالأشي هايدي وخاصة بيا الخواتم والليل والأنديل والجسر الأمر اللي ذكرتهم أنا وكان نصري نتوج هالأشي هايدي طبعا ست فيروز كانت كمان هالعظيمة هي نتوجي الأعمال كلها ونصري رفيق داربون للأخوان الرحباني من البدايات بتذكر كانت شوف علاقة نصري شمس الدين مع البيئين مع عاصي مع منصور مع أنطان كرباج كيف كان هالإنسان الطيب المهضوم الخفيف الدم المرح هايدي أول انتباع أخدته عنه ويمكن هيدا كان منسبة لي قدوة بالمسرع الغنائي كان اسمه نصري شمس الدين والفارس أبا الفارس في شرق قلح الحالي والفارس أبا الفارس في شرق قلح الحالي كلمت أخبار مولدحها بوش الليل العادس من عاليها وعطيها والليل بيها وما فيها لا مثلها في حدا ولا مثل ضار ضار حب النسيم الطريع زهورها ومالا يا حلوة للجمر وقل في الحماك وجار تشتغى لعين رشته حلوة نقعد يعني بكل المجلس نقعد نحن وياه مش بس بالإزاعة برات الإزاعة سهرات حلوة يغني فيها على سجيته وبتذكر كان نصري يحب لعب الطاولة إنه أحيانا يقول لي تعال تشوف شو بدي أطلعها أنا ما حدا بيغلبني للطاولة يلعب أنا وياه يجي يزاهر معه أحيانا ما يعود يعايد ويصرق ويطلع وينكي فيي ويوزك لي وبس إربح أنا وميهرد ما بده يسمع القرى ميهرد كان يحب الصيد كتير كان يحب الصيد ويعتبره إنه هايدي رياضة روحية أكتر ما هي بدنية هو في ليمون أكتر شي ومجموعة يروحوا يتصيدوا يجي أحيانا جايب غلي يعني نصري وأحيانا مشي مين وزك له في ليمون قالوا لك شو جايب أنا موسيقى 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 قلوا قلوا الصياد المساحة في المعليابة يا عسقورة لو لم نادل قيرو تتلع لابة من وادي لوادي وبادو عليها الصيادة وحيط عينك يا عسقورة قلبي ناويلي بدي شفلك شي ضرورة وفيها صليلي يا عيلك لو هيك مركعة ضرورة وعليك من وادي لوادي وحيط عليك الصيادة موسيقى موسيقى سنة الثمانين ترك نصري الرحابني بعد فينا نقول بعد سوق فهم بيناتهم وتقاطع بالقراء وهون الرحابني كمان بتصور هني مش على طلب من أستاذ نصري تصور عملوا أغنية كيف حبايبنا كتير يعني مشابها اللي رحل في قبل غصني عصفور رجعوا عملوها بعدين ولي بقى كتير ع صوته حتى يعني كانوا يتناحروا مع بعضهم بالسيناريو إنما هني كانوا حبايب واللي الأشياء اللي بتجمعهم مع بعض أكتر بكتير من الأشياء اللي بتفرقون يعني ما كانش فيه أشياء تفرقون وفيه ألبوم عمله اسمه الطربوش بعد ما عمل هاي الألبوم واللي بيتطلع اللي كان من ألحان للملحن الكبير والموسيقى المهم والمغني المهم ملحن بركات بيعرف إنه نصري كان عنده عتب عتب كتير كبير على الرحابني موسيقى بتصير خلافات يمكن بصير خلافات مع عاص ومنصور على قصص على أدوار صاروا قالوا بالثمانينات ببداية الثمانينات قالوا إنه في خلاف بال أخي ورح بيني وفيه ونصري وصارت لنا الصلحة صارت عنا بالبيت يعني أنا بتذكرها مظبوط فقال له منصور إذا أنت زعلين إحنا عنا خمس حلقات كان عنده الخمس حلقات لخمس شعراء عرب كبر من الكلاسيكيين وقالوا له أنت عندك الدور الأساسي بأول حلقة وقدك تركب خال كان شاعر فارس وبتذكر إنه قالوا أنا نحنا عم نحضر منصور قالوا أنا عم نحضر الكتابي هلأ عاصي وأنا وأول ما نخلص نتصر فيك وبتجي قالوا أنا عندي كونترا بدي أطلع على الشيك بوقتها تغيرت الدنيا وراح نصري وبتذكر كلمة قالوا منصور بجون بتقبيل نصري قالوا شو بنا كلمة إيجينا فخر الدين جديد بفل بكين خاطركم صار بدنا نروح استروا ما شفتوا منا عشرتكم بترد الروح فرقتكم صعبي عنا خاطركم صار بدنا نروح استروا ما شفتوا منا تركتونا نشكي ونعن عين بعين وسن بسن ولو راحنا من ضل الحن نذكركم وين ما كنا بخاطركم خاطركم صار بدنا نروح استروا ما شفتوا منا هو اتصل فيي بـ 17 أنا ما كنت هون بالبنان كنت مسافر ردت صاحبي قال لي بس جيت قال لي اتصل فيك باياك ضروري اتصل فيي من الشام كان بالشام هو قال لي بدي يحكي معك ضروري تلفنت على القتال قالوا لي راح على الحفلة بس قلت انا استغربت يعني انه حسني قلبي في شيء انه اشبه شيء او حاسس بشيء سيئ ترجع ترجع يائي قاعدي معه يمكن بترجع كتير للماضي بترجع حيات حلوة هلأ بقعد بتسمع مثلا على اشيك اني بعتلي اياه على الكسات على امريكا بقعد بعد منين اليوم بقعد سمعها نحكي مع مصطفى شوار عندي مش تعلم سيش مرحبا أبو صطيف كيف ساعدتك مش تعين لضح كدك الحلوة لدماتك لخفيف لوجودك معنا وهمني اسمع عندك الأخبار الطيبة دايما بتصور الداش مش تعين مش تعين مش تعين كتير 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 وقع نصري على المسرح ومات متل ما بلش عاش على مسرح ومات على مسرح كان عنده رغبة ويقول دايما يا رب بالمكان اللي بحبه موت فيه أنا بحب المسرح موتني وقعني على المسرح خليني يقق على المسرح وصار اللي هو طلبه أو اللي هو تمناه المؤسف أنه حدا بقيمة وحجم واحترام وتأدير هذا الرجل وهذه القيمة الفنية أنه بيقع بقلب الشام وبتم نقله لبيروت بطريقة مهينة طريقة ما بتلي لا فيه ولا بأي بني آدم عادي كان فيه حرب اتصلنا بكتير ناس لحتى يطلعوا يجيبه لكن ما كان حدا يتشجع ويطلع يجيبه نقل جثمان نصر شمس الدين وهو متوفى على سطح سيارة تاكسي شي محزن يعني مؤسف جدا أنه فنان كبير متل ناصري شمس الدين يجيب هاي الطريقة على بلده يعني ما اتهم أكيد أنا بعد الحديث اليوم هايدي الشغلي كتير تأهرني لما نقل تابوته على ظهر سيارة سيرفيس لا ضيعته جون ومرأ من قدام منصور رحباني وفليمون وهبي اللي نشاهره كثلوث سبع ومخخول ونصري قاله السيبة بده ثلاثة انكسرت اجر من السيبة هيك قاله فيليمون لمنصور قاله صرنا بدنا نعكز لما مات نصري قالت له كلمة وكلمة مهمة كلمة بتاعني هاي الرفقة الطويلة بين بعض كلمة بتاعني هاي الحياة العظيمة اللي عملوها مع بعض وعملوا هذه الامبراطورية الرحبانية من خلال المسرحيات هيدا كان نوع من وفا من السيد فيروز لنصري مرأ حقبي على وفاة استاذ نصري شمس الدين الفنان الكبير ولكن بعده بالبال ما حدا بيحل محل نصري شمس الدين نصري بالفعل لا يتكرر نصري حالي متفردي لن تعود ولن تتكرر ولذلك بقول نصري قم كبيري من قمم الفن في البدن سمحينا قلطنا بحقك سمحينا أنا مفكرت مع أباي وبكل ورقى رواي أنا بقلبها الدفتار وانتو بترد وراي أمارك على الصواحيل والمي مفروعة ما يحلطون الصواحيل والحلوة يدوعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة